عايزة اقف عند حاجة مهمة جدا جدا بتعرفكم قد ايه النادي الاهلي ده كبير وعظيم وبشهادة جديدة على انه النادي الاهلي الاقوى والاكثر بطولات دائما ودائما ما بتتوقفش بطولاته النهاردة شبكة ترانسفير ماركت العالمية وجلوب ساكر النهاردة بيكشفوا في الساعات القليلة اللي فاتت بس اكتر الاندي حصدا للالقاب في القرن الواحد وعشرين انا سامع الناس بتقول النادي الاهلي النادي الاهلي باجي في الصدارة النادي الاهلي بتقدم وتفوق على البارميونخ الالماني نفسه فوسط القيمة دي طبعا ضمت اندية من كل قرات العالم الاهلي جي في مقدمتها من مصر الاهلي جي في المركز الاول بخمسة واربعين بطولة اكثر من العملاق الباباري زي ما قلنا البارميونخ الالماني اللي ليه او بيجي تحته على طول اربع واربعين لقب او اربع واربعين بطولة برشلونة الاسباني بجلالة قدروا جي في المركز الخامس قيمة الاندية النهاردة الاكثر تتويجا بالالقاب في القرن الواحد وعشرين نتكلم من الفين الفين وواحد الى الان الاهلي من مصر خمسة واربعين لقب والبارميونخ بيجي في المركز التاني لينكلون ريد امس بجبل طارق باربعين لقب او اربعين بطولة بورتو بالبرتغال خمسة وثلاثين لقب بارشلونة بيحصل على المركز الخامس في اسبانيا باربع وثلاثين لقب وسلتك من اسكتلاندا من برضو باربع وثلاثين لقب وشختار من اوكرانيا بثلاثة وثلاثين لقب فيه كمان اوكلان سيتي طبعا نيوزلاند عنده 33 لقب كمان ريال مدريد العملاق ريال مدريد عنده عدد كبير جدا منها لقب 30 لقب باريس سان جيرمان عنده كمان 30 لقب خليني اقول ان القائمة دي حاجة تشربه حاجة دايما الناس كانت دايما بتقول او بتشكك ان وصول الاهل العالمية وصول النادي الاهل العالمية من خلال جلوب ساكر من خلال احصايات عالمية ده الاحصايات دي مش عندنا من مصر ده احصايات عالمية ده يعني بترد على كل الكلام وكل شكوك يقول لك وصلتوا لعالمية ههي كاس العالم الاندية دي بطولة عالمية او تحسب لا كل الالقاب والنادي الاهلي بيضيف كل يوم من رصيده انه بيثبت انه احد العمليقة على المستوى طبعا الافريقي وكمان على المستوى العالمي كل العالم متكلم على النادي الاهلي في بطولة العالم الاندية امريكا الجنوبية والشمالية نتكلم على أسيا وأوروبا نفسها والأرقام اللي عرضناها دلوقتي كمان بتدل إن فعلا نادي الأهلي على المستوى العالمي موجود موجود في دائرة العالمية بشكل كبير